صباح خير لكم أصدقائنا المشاهدين نرجعنا لكم مباشرة على الهوى والمحطة هلأ مع الأبراج البداية بتكون مع الحمل المتفوق على الزيت اليوم يلي عم بيطلع بأفكار غريبة قل نازيرة وأنت مقدر من قبل زملائك بالعمل ثور بيقولوا النصيحة بجمل اليوم النصيحة بتجي بما كان الصحيح إذا أعطيت حدا نصيحة ومقدرة مشكلته مش مشكلتك ما تتقوقع على الزيت وما تتعب نفسيا اللي لازم تعمله أنت عملته الجوزاء يتخبط لوضع مادي مش ولا بود عم بحاول يطور حاله ماديا ولكن دون أي جدول الأسعف اليوم قديمك عدة خيارات عليك تختار الأفضل والأنسب وتفكر بحكمة وبعقل واعي السرطان إنما للصبر حدود صبر كتير السرطان كان ناطر تغيير معين على الصعيد العمل ولكن هذا التغيير منية بالفشل حس حاله ما كان كراوح لا تقدم يذكر وهذا الأمر عم بتعب كتير لا عزيزنا السرطان وإلى الأسد يتوق إلى حياة هادئة الأسد يعني ما بهمه يكون بالسخب والضجيج والضوضاء بهمه يكون بأجواء هادئة بأجواء رومانسية وهو بحاجة فعلا لأجواء رومانسية خاصة بها الفترة المرحلية ونصل إلى العذراء أكتر أكتر شيء بهمه للعذراء العائلي فهي بتجي عنده بالمرتبة الأولى اليوم بيفكر بكل فرض منها الأفراد العائلي وبحاول يعطي كل صاحب حقه مدجج بالإيمان بالذات وبالإيمان بالنفس ورح تخطي خطوات جيدة بهالمنوال الميزان ما تفتكر كل العالم لحقينك وأنت الليدر كتير حلو لما بتلعب صفة القيادي بس بتكون أدى وقدود ولكن دايما تعطي لحالك هالصفة وما تكون أنت أدى هالأمر ما بيجوز لأنه يؤخذ عليك أمور منه بالحسبين وبتضرك أكتر من ما بتفيدك كون واقعي خاصة اليوم العقرب صباح الخير لازم العقرب يعرف يميز فعلا بين الصديق وبين الرفيق وبين عيبر السبيل مش كلهم مثل بعض بالحياة في عندك الصديق يلي بيكون فعلا إلى جينبك هو الصديق وقتضيق وفي عندك الرفيق يلي بيكون عيبر بحياتك وفي عيبر السبيل يلي ما بتعطي أهمية أحيانا اليوم ما فيك تخلط بينتهم كلهم ولازم تعطي كل ذي حقه القوس هيك وعي عنهار في تلبك يعني ملبك يعني منه هو القوس يلي عهد دي أو يلي منعرفه رح يكون ملبك على كذا صعيد وبدو حاول هيك يزبط الأمور مثل ما بيقوله بالاته هي أحسن ولكن للأسف مش هتزبط معه اليوم على كل نقلوب الصفحة لأن بكرة رح يكون يوم آخر إلى الجدي الذي يعاني من أمور يعني من أفكار سودوية من وضع غير مستتب العمل وكمان هيك عنده بعض الشجون من الماضي البعيد نحنا اليوم بدنا نقلك قد ما فيك تروح عن زيتك تكون مستقر بأفكارك وتحاول ترتاح شوي لتمرق هالفترة بالتي هي أحسن الدلو الحلو فيه إذا أحب بحب صدقه إذا كره بيبرم دهره وبيمشي ما عنده وقت للمنيكة فاته للمشاكل بيقول كلمته وبيمشي وعلى الدنيا السلام مثل ما بيقوله اليوم فعلا الدلو بيقول كلمته وبيمشي وعلى الدنيا السلام شاء من شاء وأبا من أبا وإلى الحوت اليوم راقي جدا بتصرفيته إن كان داخل العيد صغيري أو إن كان إذا بدنا نحكيه على صعيد العملي فهو بيعرف كتير يكون ميسك بزمام الأمور وبيعرف كتير يكون القائد للتابع والحلو فيه بدون أي سيطرة وبدون ما يمنن حدا منوصل لمولود اليوم لنقول هابي بيرزي لكن الأشخاص يخلقوا بمثل هنهار مولود اليوم حنون يتمتع بالفكر النير بالاستقرار العاطفي بالراحة المادية كتير بحب البحبوحة وبيشتغل من هو وصغير إنه يعيش حياة مريحة مديا عنده نشاط كتير ديناميكي إلى أقصى الدرجات من إيجابياته متفاعل من سلبياته أوقات بيهرب من الحقيقة والسنة سنة تقرير المصير تحياتنا لكل موليد اليوم ينعاد عليكم يا رب بيبقى الاسم مثل معوادكم دايما اليوم بدنا نتعرف على اسم جيمة جيمة يعود إلى أصول لاتينية وهو اسم حجر لاتيني نادر جيمة ديبلوماسية من الطراز الأول بتعرف أي طريق بدأ تسلك لتوصل دقيقة الملاحظة أحساسها مرهفة عنيدة محتالة بتعرف تخلص حالها بالمواقف الحريجي جيمة بتبرع بعالم الأعمال والمال أحليمة كبيرة طموحات أكبر مغامرة ودايما بتشوف النص الملائم من الكباية تحياتنا لكل جيمة عم بتتبعنا هذا كل شيء أصدقائنا ببرج اليوم أنا بودعكم على أمل اللقاء إلى اللقاء موسيقى موسيقى موسيقى